السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا ويسعدني وجودكم في الحفل الأول لتخريج دفعة ديزني نيرسري ثلاث سنوات متتالية كان الشعار والهدف والغاية هو الأمل والسعي والمثابرة لتأسيس مكان تعليمي لسن الأطفال الصغار مفعم بالأمان والحب والرعاية المثالية بقدر المستطاع من خلال طاقم كوادر شبابي بالإضافة ليقيني الكامل أن هذا العمر الصغير الذي وللأسف يهمله الكثير قادر أن يتعلم وينجز الكثير من الإبداع خلال مرحلة الحضانة خلال ثلاث سنوات سعينا جاهدين أن لا نكون كأي مكان تعليمي بأنظمة تقليدية جامدة كان التركيز على إدخال اللعب في التعليم كل ما نريد الأطفال يحصلون على أكبر قدر ممكن من الفرص للتعلم من خلال اللعب بالإضافة لجعل مرحلة حضانة الطفل دون الأربع سنوات مرحلة يعيش فيها الطفل المعنى الحقيقي للطفولة والسعادة لروحه من خلال تكفيث الفعاليات والأنشطة والنزهات الخارجية التي تساهم بدور كبير في تنمية مهارات الطفل يخطو الطفل بكل ثقة لمرحلة التعليم الإلزامي المدرسة بكل يسر وبكل رحابة لمزيد من التعلم والإبداع بالإضافة إلى النقطة الأهم والمهم وهي التركيز الأول في تحفيظ صور القرآن الكريم من العمر دون السنتين لما لذلك أثر كبير جداً في طور نمو الطفل فالقرآن يتزامن ثباته في القلب مع نمو هذا الجسد الصغير فعند ذلك يكون في دمه كما روي في الحديث الشريف من تعلم القرآن وهو فتي السن خلطه الله في دمه ولحمه إلى جانب أثر القرآن الكريم في تحسين سلوك الطفل وانضباطه في هذا العمر فسنوات الحفظ الذهبية للقرآن الكريم تكمن في الخمس السنوات الأولى من عمره لذلك حرصت حضانة ديزني على تحفيظ صور القرآن الكريم كأول ركيزة أساسية في التعليم والحمد لله الذي وفقنا في تحفيظ عدد كبير من الأطفال صغاراً وكباراً فكل ما نحتاجه لبناء شخصية طفل ناجحة نحو المستقبل هو بيئة منزلية وبيئة مدرسية تنمي قدرات هذا الطفل حسن المعاملة منذ الصغر لهذا الطفل يسقل شخصية قوية مستقلة معتمدة وناجحة فما يجمل الحديقة هي الزهور وليس السياج هكذا هي تربية أبنائنا بغرس قيم وأهداف فيهم منذ العمر الصغير بدلاً من التعنيف الدائم والسيطرة حولهم العنف النفسي تحطيم كبير وهدم لشخصية هذا الطفل لا يقل أثرها عن التعنيف البدني إن لم يكن أسوأ قيل المعلم مؤتماً غير إن ما أتمن عليه يختلف عن كل الأمانات فما أتمن عليه هو الإنسان الطفل هو أمانة كل معلم وكل أم وأب وتربوي هو الجيل ذاته لذلك تعتبر التربية فن فإن لم تكن عالماً بفنها فتعلم كل واحد مربي منا يصل إلى مرحلة العجز في تعامله مع طفله يبدأ بالصراخ أولاً وبالتهديد ثانياً وبالضربة ثالثاً نحن نحتاج فقط بأن نتعلم بالإطلاع أكثر بفتح الكتب التربوية أكثر بالثقافة بالوعي التربوي في التعامل الأفضل مع سلوكيات الطفل في هذه الحياة الصاخبة وبتتريب النفس على الصبر أولاً وأخيراً ومثابرة منك أنت أيها الأب بالذات أن يكون أطفالك هم الجزء الممتع في جزء من يومك ولو كان لربع ساعة يومياً في حياتك ليس الهدف من التربية هو صناعة إنسان لا يخطؤ أبداً فذلك مستحيل ولا طاقة الإنسان بأن يكون ذلك وبخاصة في حياتنا المتسارعة والمليئة بالأعمال والصخب الأخطاء لا مفر منها ولكن يمكن تقليصها بالأساليب التربوية التي ترتكز على تنمية مداركهم وتعزز من قدراتهم في حل أي مشكلة قد يواجهونها مستقبلاً أشعره دوماً أنه مميز وإنك فخور به وهو صغير لذلك ستراه يوماً مستقبلاً لذلك ستراه يوماً مستقبلاً بأنك فخور به جداً في مستقبله اليوم يريد أن يلعب أن يقفز أن يصرخ ويجري في كل مكان فهل هذا يزعجك؟ غداً يريد أن يستقل ويصاحب من يشاء فهل هذا سيقلقك؟ بعد الغد سيطلب منك العون لتحزم أمتعة سفره لدراسة خارجية أو زواج أو ما شابه فهل هذا وأخيراً سيحزنك؟ تأمل مستقبل طفلك كثيراً لتعرف أن ما تواجهه من تحديات اليوم هي في الحقيقة أبسط مما يخيل إليك فلو رأيت المستقبل ومشكلاته ستدرك أن سعادتك العائلية الآن قد طويت مبكراً نتيجة ضجركة دائمة في البيت وتوترك المستمر مع هؤلاء الصغار بابا وماما هاتان الكلمتان الصادرتان من فم الطفولة ومنبع الطهر ونداء البراءة حفظهم المولى في أحضانكم عمراً طويلاً صالحاً بإذن الله وبكل توفيق ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير لهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر